كمال الشناوي الذي قدم العديد من الأعمال الرائعة ولد في يوم السادس والعشرين من ديسمبر عام 1918 في مدينة مالكال بالسودان ثم سافر إلى مصر مع والده واستقروا في المنصورة تخرج من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان والتحق بمعهد الموسيقى العربية وفي بداية الأمر عمل مدرساً للتربية الفنية لمدة عامين ومن ثم سنحت له الفرصة للعمل بمجال السينما المصرية وقع الفنان في حب الفنانة الكبيرة الراحلة شديا لكن القدر كان له رأي آخر حيث تزوج من شقيقتها عفاف شاكر في ظروف غير مألوفة وانفصل عنها بعد ثلاث سنوات فقط بسبب الغيرة الشديدة منها وهو ما تسبب له في توقف عدد من الأعمال الفنية ثم عاد وتزوج للمرة الثانية من الراقصة هاجر حمدي لكن اشترت عليها أن تعتزل الرقص فوافقت وتزوج وأنجب منها ابنه محمد ليتم الطلاق بسبب غيرتها عليه وبعدها الثالثة وكانت هذه المرة من زيزي ديجوي خالت الفنانة الراحلة مجد الخطيب لكن لم تستمر هذه العلاقة أيضاً فانفصل عنها أما عن الرابعة فكانت في السر حيث تزوج من الفنانة ناهد شريف عرفياً ليعود بالخامسة والأخيرة من خارج الوسط الفني من السيدة السورية سمر عانى الفنان كمال الشناوي في سنواته الأخيرة من مرض السرطان وتم نقله إلى المستشفى وبسبب مضاعفات المرض توفي في الثاني والعشرين من أغسطس لعام 2011 عن عمر يناهز 82 عاماً